مركز قداء الحويجة وناحية الرياد والمناطق المحيطة بهما أصبحت تحت سيطرة كاملة للقوات العراقية وسط انهيار كبير لمسلح تنظيم داعش وغطاء جوي لمقاتلات التحالف الدول بقيادة الولايات المتحدة قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن أمير يارلا قال إن الفرقة المدرعة التاسعة والشرطة الاتحادية ورد السريع من الحشد الشعبي حررت مدينة الحويجة بالكامل وتواصل تقدمها بعد أن اخترقت دفاعات داعش وقتلت العشرات من عناصره السيطرة على ناحية الرياد شرق الحويجة جاءت بعد ساعات على الحصار الذي فردته القوات العراقية على عناصر داعش من عدة محاور لتتمكن القوات الأمنية من تحريرها وفتح طريق الفتح الرياد في ظل هذه التطورات الميدانية تنفس المدنيون الصعداء بعد أن جثم داعش على صدورهم منذ 2014 واستحذيرات من الأمم المتحدة من خطورة الوضع الإنساني مشيرة إلى أن أكثر من 78 ألف مدني قد يعلقون داخل الحويجة وكانت عمليات تحرير الحويجة قد بدأت بعد يومين من استعادة القوات العراقية السيطرة على قاعدة الرشاد الجوية في الجنوب وتعد الحويجة التابعة لمحافظة كاركوك آخر معقل لداع شمال العراق بعد أن تم دحره في الموصل وانهارت خلافته المزعومة في تموز يوليو الماضي وباستعادة قداء الحويجة يتقلص نطاق سيطرة داعش إذ لم يبقى بحوزته سوى الشريط الممتد على حدود العراق الغربية مع سوريا بينها مدينة القائم السيطرة على الحويجة تضع القوات العراقية في مواجهة مباشرة مع قوات البشمارك الكردية التي تسيطر على كاركوك الغنية بالنفط وتطالب كل من بغداد وإربيل بالسيادة عليها ترجمة نانسي قنقر